الفرص اللي حتمكنها بالنسبة للأعمال وبالنسبة لتجربة المستخدم حتكون هائلة ونحنا هيدا هو اللي عم نقوله هون بالجايتكس عم نجيب يوس كيسز وإكزامبلز ريال إكزامبلز كيف الفايف جي لح تغير من حياتنا نحنا كأشخاص وكيف لح تأملنا فرص بالقطاعات العديدة منه القطاع الصحي والقطاع الترانسبورت النقل وإلى آخره من القطاعات فنحنا اللي عم نقوله أريكسن عم بتركز حاليا وابتدأت من سنة 2012 باللابز باستكشاف وعمل الريسورتش على الفايف جي وهلأ صارت حقيقة وأطلقنا بال2019 live networks ونحنا متواجدين حول العالم بمعظم الشبكات اللي طلعت live أسألك سؤال حتى بالنسبة لقطاع الأعمال كيف من الممكن أن تؤثر هذه التقنيات على القطاع التشغيل على الإرادات التشغيلية زيادة الكفاءة التشغيلية وبالتالي زيادة الربح بطبيعة الحال اليوم لح نطلق study report بيحكي عن الأرباح اللي نحنا منتوقعها بمنطقة الشرق الأوسط مركزين على بلدان الخليج مثل السعودية والإمارات بالقطاعات اللي هني أويلاند غاز والقطاع الانترتيمنت يعني في الإفنط البيج إفنط مثل الإكسبو 2020 مثل الفيفا وورلد كوب إلى آخر بكم تقدر تقريباً هايدي هي الإستادي اللي نحنا عم نطلقها فأنا هلا ما فيني شاركة بس بدعيك أنه بكرة تشاركنا تجي لعننا لأنه حنقل لك بالأرقام كل القطاع قديش نحنا منقول لح يعطي ويري ديت مع الفيف جي بالتالي نكمل كيف من الممكن تؤثر على رفع الكفاءة التشغيلية بالنسبة القطاع هلا أنت بتعرف لما بيجي الفيف جي متل ما صار بالفور جي اللي صار بالفور جي إنه إجت التقنية وغيرت البزنس مودلز وفتحت ولغيت مهن معينة ونفس الشي اللي حيصير بالفيف جي لح نشوف إنه فرص متعددة لح تظهر ولح تتغير البزنس مودل لطريقة تشغيل الأعمال لح تتغير ولح تعطي فرص هائلة للوظيفية وأيضا ريفينيوز عالية اللي هي بكرة لح نطلقها إن شاء الله